موسيقى معظم حروب العهد القديم وانا بقول بصدقه قدام الرب اني وجدت الخلاصة اقول ان ما في حرب بتحصل والله بيطلب مثلا ان ادخلوا في الحرب الفلانية او يحصل ابادة الشعب او البلد الا لسبب من اسباب تلاتة اولا ليعلن انه اله قدوس ليعلن انه يكره الخطيئة ليؤدب شعب على شروره الله مش بيعمل حاجة بصورة عشوائية فمرات لما الناس بتقرى العهد القديم يفكروا انهم متحيز لبني اسرائيل واستخدمهم عشان يبيدوا الكنعانيين والاموريين والحثيين الى اخره بقول لو اي واحد بعدالة جاب اجندة ومسك العهد القديم وشاف الرب عاقب اي شعب قديم وبني اسرائيل قديم يكتشف ان اكتر شعب اتعاقب بني اسرائيل اكتر شعب لان عنده عمره ما يعرف عمره ما يعرف التمييز العنصري وهو اله كل الكون وكل انسان هو صنعت ايدوه وكل انسان غالي عليه ليه يقتل ده وليه يستفق ده او ينصر ده ابدا لكن ده هو اله لانه قاضي البشرية لانه اله العدالة لانه اله قدوس فحصلت الحروب علشان اما اظهار انه هو قدوس او يقرأ القطية او بيحمي جسم البشرية وانا شبهتها بتشبيهين في الكتب اللي كتبتها كتبت زي مثلا لو طبيب جراح وحد رحله يكشف عنده واكتشف ان فيه هنا ورم خبيس وقال له حبيبي علشان تعيش لازم نبطر الجزء ده هل نقول على الطبيب ان ده جبار ده قاسي بالعكس ده منتهى الرحمة ان يبطر الجزء ده عشان الانسان يعيش فييجي جزء في جسم البشرية زي سادو معموره ورم سرطاني الورم السرطاني ده هيفسد كل جسم البشرية طب وهو قاضي البشرية حامل البشرية فاضطر يبطر هذا الجزء ليه عشان يحمي جسم البشرية لما نيجي ناخد بني اسرائيل بني اسرائيل لما نقرى سامويل مش دخلوا حرب مع الفلسطينيين وتقاتل منهم 4000 قالوا بس ناخد تابوت الرب ونشيل تابوت الرب فيه اقدس من تابوت الرب وندخل الحرب فهننتصر وكأنه تعويزة دخلوا الحرب هم كان فيه خطية والرب بيقدبهم على الخطية بدل ما يقولوا نعترف وانتوب عن خطيتنا لا ناخد التابوت تعويزة دخلوا بيحملوا التابوت هنا أبناء الكاهن عالي أولاده اتنين اللي كانوا مرسوا الخطية 10 اتنين في باب الخيمة دخلوا الحرب اتقتل 30 ألف وأولاد عالي ما يتوب إذن هنا الله ما عندوش تمييز عنصري ده بيقدب والله لأنه هو الله يقدب بالطريقة اللي شايفها لكن لما بتقرأ بقية القصة إنه بتشوف حتى الفلسطينيين كان عندهم غيرة وخوف من الله طبعا إله إسرائيل أكتر من يعني لما اضربوا كتير وانضرب الإله بتاعهم داجون وإلى آخره رجعوا تابوت الرب ومعاه تمثيل أيوة وحطوه في حقل وأهملت إسرائيل في بيت شامش كان الحديث وأهملت في هذا التابوت اللي هو رابز حضور راب قدش الرب قتل من إسرائيل خمسين ألف وسبعين يعني بتشوف إنه تقريبا ضبل اللي راح من إسرائيل لأنه تهاونه في موضوع حضور الله إنه مش الله مخاوز يعني إنه بعدين كمان يعني لاحظ إنه هذا القتل اللي إحنا بنحكي عنه في العهد القديم كان في منطقة جغرافية محدودة ما تلعوش عن هاي الجغرافية هاي حتى لما حاولوا فوتوا على أدوم والمؤاب والعمون أملا أدولا مش لإلكم يعني منعهم فبالنسبة لأرض كنعان كانوا بمارسوا كل الرجسات والنجسات والخطايا وممارسة الجنس مع الحيوان والإنسان والقديم وأتل الأطفال والذبايح لمولكم وكل الأشياء وعطاهم تحذير أربعمائة سنة أربعمائة ثلاثين سنة وبرده ما تابوا طبعا بالدليل أنه رحاب قالت إحنا سمعنا شو الرب عمل مع المصريين سامعين ومع كل هذا لم يكن أنا عشان كده أقول له كل بيسألني أقول له طول بالك أول حاجة مش هتلاقي حصل إبادة لأي شعب إلا بعد انذارات عديدة جدا وطول أنات من الرب لا تتخيلها بمئات السنين فعايز إيه بعد ما أقول توب إرجع وابعت انذارات وانتظر مئات السنين لما جاءت بقبنا وحش ده بالحكس إحنا لو تخيلنا دولة بلا قاضي بلا قضاء تبا دولة بايز ما الله دي هاي النقطة الجزء الآخر من التوازن في الصفات الإلهية لعدل الله طبعا ترجمة نانسي قنقر